تاني للليلة ميشيل وبيقول لا يمكن التعاطي مع النظام السوري قبل الانتهاء من ملف المفقودين وجهة نظرك من هذا التصريح اللي بتم تدوله بشكل كبير بالمجتمع اللبناني وراح نشوفه مباشرة على الشاشة قبل ما نبدأ منائشة هذا التصريح وانت كنت معتدل لا اقول لك ليش معتدل لجراسيا نحن نقول أنه ولا ممكن نتعاطي مع النظام السوري قبل ما نحل ملف المفقودين كيف بدنا نحل ملف المفقودين بدون التعاطي مع الدولة السورية من الند للند من حكومة لحكومة من دولة لدولة بشكل قانوني وشرعي وهذه الدولة حكمة النظام السوري نحن أوتوماتيكمان بدنا نحكي مع النظام السوري بدنا نوصل لوقت نقعد نحن وياهن نقول لهم يا جماعة في شباب من 30 و40 سنة ما نعرف شو ما صيرهم بس قلولنا باللوري بردو قلب أهلهم وإخوتهم في ناس صالهم 40 سنة ماتوا أهليهم ما بيعرفوا شي عنهم شفنا عدد كبير من السياسيين بسوريا برأيك من الطبيعة أو اليوم صار أمر منطقي أن نشوف علاقات ونقاشات وملفات عم بتم التداول فيها بين الجانب اللبنان وأيضا السوري قبل ما نحل هذا الملف للأسف هذا الملف كان لازم نحكي فيه من 20 سنة ومن 30 سنة يعني لكون صادق من 15 سنة إلى اليوم كان لازم يكون فيه متركاج على على هيدا الملف ليه ما صار؟ للأسف كل واحد بيله بحاله وبيله بكرسته يعني مهم جينا لإيناها وخلص نشارح نبقى بالشقة الداخلة ورح نحكي عن مطار لبنان التصريح الثالث لليل بقول إقامة مطار ثاني في لبنان يحد من عملية التهريب والاستغلال عم نشوف أجاوب مباشرة على الشاشة أمامنا وكانت معتدل بهذا التصريح لم أعطيت خمسة؟ لأقول لك ليش رح أيتلك بالإنجليزي طبعا أنه نحن مع أنه نعمل مطار تاني شرعي ويمكن مطارين مطار بالشمال يمكن بحمات ومطار بصيدة ومطار بيروت يبقى للجبل بس مش معناتها أنه نصير هيدا مطار بيروت للتهريب وهوليك اتنين شرعيين يعني إذا بدي تلفين أنا أحجز بونجور على الأجانس دوفوياج مثلا إلا بدي أحجز على بيريز بتقلي إستاذة عندك شي مهرب شي إذا مهرب شي لحتى نحجز لك بمطار بيروت وإذا مش مهرب لحتى نحطك بمطار إلا مدام أنا لأ مني مهرب شي أنا مني مهرب جي بتقلي لأ يعني إذا بدك تروح بمطار بيروت لازم تهرب شي شو عندك شي تهربه في كابتاجون في كذا فيه سلاح لا بدنا ننظف المطار مطار بيروت لازم يتنظف لازم يتريقب من هالمافيا لحكمته فيه مافيا اليوم بظاهر مطار بيروت أكيد فيه مافيا من هي هذه المافيا بقوة السلاح سميها بالأسم بتعملي لقصة خليني أصل على البات اليوم يعني مجيين نقتل حالنا أكتر مجيين نواجي مجيين نعرض حالنا للخطر يجوا يقتلونا شو اللي نفع أنا إذا أكلت رصاصة براسي مين بدي نواجي أنا وميت خلينا نحن طيبين نواجي هن معروفين من إني معروفين من إني ترجمة نانسي قنقر